السلام عليكم اليوم بدي أعلمكم على التدبيل السرية اللي بيخفيها عننا أصحاب المطاعم تدبيلي مميزي بنقدر طبعا هايدي التدبيلي نستخدمها أو بشوي بالفرن أو بشوي على الفحم اللي بتعطي نكهة كتير طيبة وكتير مميزة عندي هون طبعا الابهارات اللي أنا بدي أستخدمها لتدبيلة للجيش بالبداية أنا رح حط تقريبا نصقه بكبير من الزيت أنا هون عندي الكوب صغير حطيته مش كله حطيت وتركت شوي بقلبه هلا بس بطكن تستخدمه طبعا حسب كمية للججاج أنا عندي هون تقريبا كيلو نص من للججاج عندي أيضا مرقة التماطم يلي رح تعطيني اللون الأحمر الجميل ورح تأمر تقمير للججاج مش مشكل هيدول كلهم رح يدوبوا ووقت ينحط كل التدبيلي وينخلطوا بقلب بعض مفروض ينحط سوس التماطم لحتى طبعا يعطينا لونه نكهة رائع عندي هون البهارات بهارات متنوعة ومتعددة عندي هون الكزبرة الناشفة مثل ما شايفين عندي بهار الكاري عندي الفلفل الأسود عندي بودرة التوم عندي الكمون والملح بهار الكاري كليتهم بيعطوا نكهات رائعة ومميزة جدا وايضا وايضا فيكم تحطوا الهيل المطحون عندي ايضا هون الزبادي او اللبن كوب من الزبادي او اللبن ليزيد نكهات ويزيد ألوان وصدقوني بكمة الروعة و بكمة الجميل عندي هون الخلطة السرية اللي احنا بدنا نحطها يلي بيخفيها اذا بدكم عنينا أصحاب المطعم هو السوسة السوسوية يلي هو طعمته رائعة جداً شو بدي خبركم بيعطي نكهة مميزة جداً للتدبيلي وسعره كتير رخيص منه غالي أبداً السوس السوية الخاص بالتجاج كمان هلأ متل ما شايفين انا رح اخلط التجاج كلياته بيقلب بعض متل ما شايفين بعد ما اخلطن رح اتركن تقريباً شي ساعة لحتى كل الخلطة تدخل الى داخل التجاج كتير مميزة من الداخل هون انا رح احط الدجاج بصينية الفرن بدي دخلهم هون بعد ما اقعتن ساعة بقلب هايدي التدبيلي اذا لاحظتوا انا ما حطت خل نهائياً ولكن رح احط هلأ خل والسبب انه انا حطيت السوس السوية يلي فيه نكهات متعددة وفيه طعمة حمودة شوي انا هلأ بدي اكسر كل هايدي النكهات اللي حطيتها طبعاً بدي حط التدبيلي اللي انا نقعتهم فيها بدي ارجع حطها بالتجاج بدي اكسر كل هايدي التدبيلي بيخل التفاح بدي حطه قبل ما دخلهم على الفرن لحتى تعطيني نكهة الحمودة الاوية من خل التفاح احطينا نكهة مميزة كتير انا في كتير ناس يبينقعوا بالخل قبل بوقت انا لا بقل لكم ان احنا اصلاً حطينا صوس وحطينا تدبيليات متعددة فبنصح ينحط الخل قبل ما يتدخل الى الفرن ليعطي رائحة جميلة هون يلايكو هالالوان الرائعة اللي اعطتنا شي بشاهي شي بشاهي وهون طبعاً بعد ما طلعوا من الفرن لايكو ما شاء الله هالالوان الجميلة شي بشاهي انا بنصحكم تجربوها ما تنسوا تحطوا لايكو اذا كنتم من المتابعين الجردود اشتركوا بالقناة بكا بس كلمة اشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لاحظوا هالالوان المميزة بسبب الزبادي او بسبب اللبن اللي احنا حطينا وايضاً بسبب الصوس البنادورة او الصوس الطماطم بس بدي فرجيكن كيف من الداخل انا هيدا لتجاج شويتوا بالفرن بتقدروا تعملوا هيدا التدبيلي متل ما ذكرتوا تشوها على الفحم انا شويت لتجاج هيدا بالفرن وبدي قدم حدو رز السنجالي انا عملت رز السنجالي اذا بتحبوا طبعاً هلأ رح فرجيكن عليه اذا بتحبوا تعرفوا طريقة الرز السنجالي كيف انا عملته فيكن تكبسوا على شاشة النهاية رح يمروا قدامكم شاشة كبسوا عليها اذا حابين تتعلموا واو طعمتوا كتير كتير روعة كتير طيبة اذا بتحبوا تتعلموا الدجاج السنجالي هيدا هو عفواً الرز السنجالي انا كيف عملته كبسوا هلأ رح تظهر قدامكم شاشة كبسوا عليها مباشرة اللي بتدخلوا على الفيديو وبتشوفوا كيفية عملان الاججاج السينيال ان شاء الله تكون هايدي الطريقة حبيتوها وعجبتكن ما تنسوا مشاركة على الفيسبوك لا يوصل لأكبر عدد من الناس انا بحبكم كتير كتير باي باي